مرحبا وأهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من عربي ألماني أنا عامر ضيفتي اليوم حابة تحكي بموضوع حساس وبيلامس المجتمع العربي بكل أطيافه وقاله علاقة بدور المرأة بالمجتمع ونظرة المجتمع الزكوري للمرأة بالتحديد وكيف الصبايا ببداية العشرينات بتعرضوا بشكل أو آخر لكثير من الأشياء السلبية يلي بتوقفهم عن الإنجاز وتحقيق الأهداف ضيفتي بنفس الوقت إنسانة حساسة بمعنى تاني بحيث إنه هي كمان تحب الكتابة وببلدها الأم كمان كانت عامل أكثر من أمسية شعرية وهدفها إنه ترجع تعمل هذا الشيء كمان هون بألمانيا سيرين أهلا وسهلا فيكي بعربي ألماني سيرين للناس اللي ما بتعرفك تخيلي معي إنه نحن بحفل شواء وبيجي شخص لعندك وبيقول لك مرحبا كيف تعرفين حالك؟ على الصعيد الاجتماعي على الصعيد الشخصي وعلى الصعيد العملي طبعا من الأساس من الأول للأخير يعني من وقت ما كنتي ببلدك لأم لحد ما وصلتي لهذا الألماني طيب أولا اسمي سيرين حداد أنا من حلب عمري 24 سنة وطريبا صار لي بألمانيا خمس سنين أول خمس سنين أول سنتين عفوا كان تنضايع بين الوراء وبين كان عندي شوك من المجتمع الجديد اللي أنا فيه كان فيه عندي كتير أفكار يعني عم تتغير عندي مبادئ عم تتغير عندي وخاصة كان عمري 19 سنة 18 سنة وقتا فمرحلة كانت كتير حساسة وبعد السنة التانية بعد ما حصلنا على الإقامة وشوي نوعا ما أنه بلاشت أتعود على الوضع قررت بأنه لازم المكان اللي أنا فيه اللي تم فرزي فيه لازم يتغير لأنه أنا كان مثل كأنه كنت محبوسة بمكان ما يعني ما كان فيه أي مجتمع يساعدني بإني أنا أطلع من هاي الشرنقة وأطير ما كان فيه أي عوامل تساعدني بإني أنا أعمل أي شيء بديها خاصة أنه أنا كانت أهم الأسباب اللي جابتني على ألمانيا أنه أنا كان بدي مستقبل أفضل ما توقعت الموضوع يكون صعب ما كان صعب علي قد ما كان مثلا صعب على والدتي لأنه كنا لتلك بمكان ما كان فيه عندنا أصدقاء ما كان فيه عندنا جيران كنا بمكان كتير بعيد بعد سنتين صبر والسنة الثالثة فحسيت أنه لأ ما بدي أضيع سنين عمري بس أنا هيك قاعدة عن منتظر أو لأنه أنا بطبعي بحب أني أنا يكون فيه عندي إنجاز دائم بحب أني يكون فيه أنا طبعي بدور على الفرص ما بخلي الفرصة هي تجيني أنا طبعي أنا أنا اللي بدور على الفرص ودائما كنت عم دور على الفرص بس المكان اللي أنا فيه ما ساعدني وبعدها قررت بإني أنا أنتقل كان صعب إني أنا أنتقل بسهولة لأنه عندي إقامة جبرية لمدة ثلاث سنين فكان لازم يكون عندي عقد عمل حتى أنتقل وهنا بقى فتت بالمرحلة الأصعب حدي الأكبر اللي بألمانيا طيب سيرين إحنا قبل ما نوصل لهاي المرحلة وصل الموضوع تبعنا والتجارب اللي أنت عشتيها لأنه أنت إنساني بدك تحكي عن تجربتك والشي اللي أثار اهتمامي هو أنه أنت قلت لي أنا عامر أنا حبي أحكي عن هذا الموضوع لأنه هذا موضوع حساس وأنا بعد ما أنت شرحتي لي التجربة تبعك والشي اللي صار معك تبعين لي أنه هذا الكلام اللي أنت عم تحكيه منطقي مية بالمية وموجود بعالمنا العربي بشكل دائم وبشكل يومي ولكن قبل ما نوصل لهذه النقطة يعني أنا حبي أرجع كمان شوي بالزمان لورا وأسألك أنت شو عملت بسوريا بمدينة حلب وصلت درستي أو اشتغلت أو شو عملت خلصت البكالوريا علمي بس ما حياتي كانت عادية جدا تمام من بعدها مباشرة رحتي على ألمانيا ولا كان في قبل ألمانيا بلد تاني شهرين كان بس شهرين كانوا بتركيا بس اسطنبول وبعدها كان ترانزيت حتى توصل على ألمانيا أوكي تمام طيب هلا كتير في ناس عم تقول لها حالة شو هو الموضوع العجيب أنا بتخيل أنه قيمة المرأة بالعالم العربي هي قيمة كبيرة والناس والديانات وما إلا هنالك دائما بتقول أنه لازم المرأة يكون إلى مكانة مثل مكانة الرجل صحيح ولكن الشي اللي عم يصير باعتبار أنه رؤوس أو مدراء الأعمال المديرين بالشركات كلهم أشخاص ذكوريين عم تكون السلطة دائما من نظرة الزكر للأنسة ومو من نظرة الأنسة للذكر هي النقطة المحورية بتخيل فسيرين قررت تغير من حياتها ووجدت على ألمانيا ووصلت على ألمانيا وانصدمت بالواقع بطريقة أو بأخرى وبعدها أنت قلت طيب أنا بدي يغير مثل ما أنت هلا تفضلتي وقلت أنا ما بستنى للفرصة تشيء اللي عندي وإنما أنا بروح لعندها وبكمشها بإيدي وبستخدمها فأنتي حبيتي تغيري المكان اللي أنت عاشي فيه لأنه حسيتي أنه فيه طاقة سلبية كبيرة وإنتوا ما كنتوا عم تستفادوا بما أنه ما في حدا بمحيطكم فشو شيء اللي عملتي لحتى قدرتي توصلي للهدف تبعك أنك تغيري المكان وشو الموضوع اللي حابة تحكي فيه ضليت تقريباً فترة سبع شهور تقريباً سبع شهور أكتر تمنى شهور أو سنة فينا نقول سنة أنا عم حاول لاقي الشغل طبعاً كان فيه فرصة بإني أنا عن طريق مثلاً تسجيل جامعي يعني بس المشكلة بإنه كان لازم إني أنا أحضر كورس وأخذ مستوى لغة معين لحتى تصل إلى هذا الهدف تماماً شوي أنا ولي حوالي لقينا الموضوع إنه طويل وما كان لنا خبر بإنه طريق الثاني أطول وأصعب كتير بس ما كان عندي فكرة عن الواقع وحبت نخذ هاي التجربة كنت كتير معتمدة على حالي إنه أنا بنت قوية أنا خلاص نحن بألمانيا نحن ببلد قانون نحن مالي بسوريا يعني إنه ممكن الأمور أسهل علي يعني فحاولت بداياتي بإني قلت لك حاولت عن طريق الجامعة ما مشي الحال تقريباً صرت قضي كل الشهر شهرين بمدينة معينة بس أنا عند أصدقاء معينين أو عم حاول إني أنا لقي عقد عمل فكنت أشتغل وحاول دبر موضوع عقد العمل وأسأل ناس كتير وتذكر إني كنت كتير دور بالجروبات وأسأل كتير ناس على الإنترنت تعرضت للاستغلال كتير للمعلومات غلط كتير يكون في حدا مادد إيده لحتى يساعد وأزا أكتشف إنه هو مو ماددها لحتى يساعد وهذا الشي اللي أنا استغربته يعني تخيلت إنه بعد سنين بألمانيا أكيد الناس تغيرت ولكن للأسف إنه آثار المجتمع السيئة بتضل فينا وراسخة فينا أكتر من اللازم أو أكتر من اللي نحن بنتوقعه بتذكر رحة على هايدلبرغ على منهايم على برلين وكان شتوتغارت كمان كنت عم تحاول هنيكي بهذاك الوقت تدوري على فرصة عمل ما أي بكل هاي الأماكن كنت عم دور على فرصة عمل آم بتذكر بإنه بعثت مئات الإيميلات بفيربونغ والليبنسلاوف آم ما كان يجيني أي رد تماما ف بتذكر حتى مرة من مرات يعني هاي كانت أول مرة هيكي بنكسر فيها كتير أنا حاولت إني أنا أشتغل بمطعم بمنهاي بمطعم عربي ولكن للأسف ما قبلت إني أنا أشتغل فيه لأنه محجبة أوكي أي ف واللي رفضك كان عربي أي يعني اللي رفضك ما له ألماني وإنما الأنصرية كمان بتجي أحيانا من العرب أي إنه هو في عنده ستايل معين كونسيبت معين ما بده يغيره يعني آه أوكي دائما كان يجي إنه يجيني الرد بإنه أنت كمحجبة أنت رح تلفتي نظر أكتر رح يصير فيه مثلا أحكي أو شي أو ممكن تصير مشاكل فكان هذا دائما إنه معقول يعني ما كنت فهماني المواضيع كتير من الحل البداية كنت أخذتها ببراءة كتير آه أوكي آه فبتذكر بأنه بيجي لي تلفون منه بعد ما أنا كنت بمنهايم رجعت على مدينتي اللي هي ببيليفيلد بإضاءة صغيرة ببيليفيلد وقال لي للأسف أنا ما رح يمشي الحال آه حتى تذكرت حتى مرة أدمت على كمان على شغل بمدينة إسن آه دي كمان رفض آه رفضت في ولو أنه هنا كان ما عندهم مشكلة بالحجاب ولكن أحد الأشخاص هنيك قالوا لي أنه في أنه آي في تأثير بالحجاب أنه ما كان بده أن يكون الشخص اللي عم يشتغل عنده أي توجه ديني لأنه لازم يكون جدا حيادي أوكي لأنه لازم يعني مثل صاحب قرار بشي يعني أنه لازم ما يكون في عنده أي تأثر ديني بالنهاية ارتدائك للحجاب بمثل الإسلام فهو بالنسبة لأله يعني هذا معد حيادي آه معد حيادي تماما فجوني الخبرين هيك سوا فأطلق لازم أنه أنا استسلم يعني أوكي كانت هيك مثل صدمة علي أنه الباب مسكرة فبتذكر بوقت أضليت شهر بالبيت بدون حراك وكتئاب كامل بعدها هوني بس نقطة يعني صغيرة أنا بهمني لأنك أنت ذكرتي أنه والدتك كمان كانت موجودة وقتي لي كمان أنه كان الأمر بالنسبة لولدتك كمان أصعب من الأمر عليكي فشو كان يعني والدتك موجودة عم تشوف بنتها اللي جاي معها مكتئبة شو كان ردة تفعل والدتك يعني شو كان الشي اللي عم تقدر تعمله هي المشكلة بأنه دائما الوضع اللي أنا فيه أنا والدتي أنا الشخص الأقوى شو اللي صار بعدين كيف قدرتي توصلي لمكان محدد تقدري من خلاله تغيري من مكان الإقامة تبعك وتقدري تحصلي على الشغل قلت لك كنت أنه أنا بعدها ضليت أنه من مدينة لمدينة 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 إيميلات طول وقت كل برامج الجوبس على الموبايل كل المواقع كله صرت أحمله عندي وما خليت شغلة لا صغيرة ولا كبيرة ولا حدم يعني كان عالي ما عم يستوعب كمية المعلومات اليوميا أو كمية الأشياء اللي عم بعملة يوميا لبين طبعا بكل مكان أطلع متفاجأة يعني مثلا بتذكر أنه بمنهايم حاولت كتير كنت حابة أن أنتقل على منهايم ولكن هي كانت الشك الأولى بالنسبة إلي بأنه الأشخاص اللي كانوا هني رغم أنه هني كانوا كلهم سوريين يعني أولاد بلدي أنا صابتني صدمة أنه معقول لهالدرجة ما بقي ولا شخص سوري ينسق في يعني لا ذكور ولا إناث طب معقول في شي غلط غلط مني هون دائما يعني هون بلشت معي سلسلة جلد الزات أنه صرت أعول كل الأشياء السلبية كل الأشياء السلبية وكل الأشياء الممنيحة لنفسي أنه أكيد أنا الغلط أنا معقول أنا اخترت الأشخاص الغلط أنا أثقت بالأشخاص الغلط أتملش الشغلة أنه رح نساعدك رح نوقف معك رح رح إلى آخره إلى آخره وهن ما بيبالون هذا الموضوع نهائيا يعني نهائيا يعني ما كنت بتخيل يعني ما كنت بتخيل أني أنا ختمت وجودي بمنهايم بأنني أنا بلغت عن شخص يعني أنا بلغت عن شخص الشرطة أنا رحت قلت طيب أنا ما لي حدا هون أنا شو بدي ساوي أوكي فبتذكر دخلت على قسم الشرطة بانهوف منهايم وكان الشرطة على طرف اليسار طلع من البانهوف على اليسار مباشرة غفلت لعندهم قلت لهم كذا وكذا 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 اللي بتذكر أنه الشخص اللي كان عم بيسمعني أنه هذا الشخص سوري هذا الشخص من طلع هيك فيني أنه ما توقع يعني مثل هيك نظرة استغراب ولكن أنه عم يز راسه وعم يسجل عم يسجل يعني بس أنه كتير أخذوا الموضوع جد يعني أخذوا الموضوع جد كتير كتير يمكن لأنه صارت كتير أشياء وكتير جرائم وكتير قصص فبتذكر بأنه استنيت ربع ساعة تقريبا وطلعت بالسيارة الشرطة وطلعت معهم يعني هنا رحت معهم وبتذكر أنه مثل عملنا كمين لشخص يعني كان عبرولي أنه أحكي معه خلي يجي بس ما تحسسي بأنه أنه نحن موجودين فبتذكر أنه هو كان عم يمشي وفارد جناحاته وأنه الله عليم شو كان بديه يعمل نعم يعني الله عليم شو كان بديه يعمل هذا الشخص شو كان يفكر وهون ما سكوا الشرطة يعني وهون وقف عند الزاوية والشرطة هلو رحت لعنده بتذكر كلبشته وحطته على الحيط وطلعوا على البيت أنا كان إلي وراء كان أنا في أشياء خليت عنده مخبيت عنده لأنه أنا كنت عم مشتغل بمنهايم بس أنا كنت قاعدة ببيت وعم روح وإجي لعند أمي نعم فمثل ما كنت مستقرة نعم فمثلا أنه أنا كنت حط غراضي بمكان ولكن يلزمني غراض تانية فروح على مدينتي جيب شنطة تانية نعم فأحيانا تضطر تحطي هدون الغراض بمكان معين كرمال أنت ما تأخذي الغراض معيك كل يوم روح أرجها تماما تماما أنه بوقتها كمان بعد ما خلصت هاي المدة ورحت على البيت ورجعت أنا كان عم دور عم كان أني أستأجر وأعود فيه نعم حتى بالأخير كمان كنت قاعدة عند وحدة سورية كمان بوقتها أعادتني بدون مقابل ولكن حتى هاي البنت جاية جاية سيرتا فبتذكرني طلعت وأخذت غراضي وهذا بس اللي عملوه أنه هنمسكوا موبايلو كل شيء بيخصني بوقتها رقمي عملو له بلوك وحزفوه تماما كتبوه تعهد بأنه إذا شافني سيحلو ما يتعرض عليك نهائيا اللي كسر قلبي بوقتها مو أنه هذا الموقف اللي صار أنه ابن مدينتي ليش تماما يعني أنا أحتمي بالشرطة الألمانية من ابن مدينتي اللي هو اللي لازم يكون بيضهري ويكون بيصفي نعم نعم فلا هون شوية تغيرت الأمور بلشت تتغير عندي الأمور من هال بداية من هالموقف هلا أنا بتخيل أنه أنت مثل ما عم تقولي سيرين أنه أنت مرأتي بكتير من الظروف فأنتي تعلمتي من ظرف لظرف من تجربة لتجربة تجربة تعلمتي كتير أشياء جديدة كنتي ما بتعرفيها باعتبار أن أول شيء أنت كنت صغيرة بالعمر يعني وثاني شغلة أنك أنت كمان ما كنتي تعرفي أنه في هيك عقليات يعني بتفكر لا أبدا أنا بغابة تمام فهمت عليك مع الأسف ولكن أنت بعدين وصلتي لهدفك ولقيت شغل يعني شغل أنك تقدري من خلاله تأمني حياتك وتقدري تنتقلي وهذا الشيء فتح لك آفاق جديدة بحيث أن أنت صرت وجهة إعلامي كمان لشركات معينة أنت كمان يعني يجدر الزكر أنك أنت كمان ناشطة على مواقع التواصل الاجتماعي وما إلى هناك فشو اللي صار كيف وصلتي لهذا الهدف تبعك وشو بعدين التجربة اللي صارت معك الفحوى الموضوع اللي صار طبعا بعد كميات محاولات لا تعد ولا تحصى من فشل 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 كان دائما شيء خليني أقول لا بإني أنا بعرف بدي أوصل للشيء اللي بدي لو بدي حاول كل يوم ألف مرة رغمني أنا كنت حاسة بجهد كبير كتير كتير بس قول بعد ما أطعت كل هالشوت بعد تعذبت كل هالعذاب الأخير خلاص هيك أرجع مثل ما أنا كنت وصلت مئات المرات لا خلط حالة استسلام أني خلاص بدي أرجع على البيت ما عاد بينتقل ما عاد بدي شيء خلق ما عاد بدي هيك خلاص أنا بدي ما بدي أعمل شيء بالحياة نعم ورغم هيك ورغم أنه وأنا مستسلمة وخلاص قاعدة ورجعت على البيت فعلا وأنا أقنع حالي أنه خلاص ما عاد بدي استسلمت نعم لكن لا شعوريا كانت إيدي عم تدور بالإنترنت والجروبات والأشخاص بشوف مين عم يشتغل وين العالم شو عم تساوي وصلت لشخص وقلت له أنا هيك هيك عم أدور فيك تساعدني كان أي حدا أحكي معه بالحياة تسأله أي حدا فعليا يعني قال لي بتذكر أنه وقت كان عم بيحكي على التليفون قال لي خليك على الخط راح دخل على الغرفة كان أخو موجود قال له في فلاني فلاني بدنا نلاقي لشغل بدنا نلاقي لشغل يعني هذا كمان قبل مديدتي بعض يومين بيقل لي أنه في الشركة الفلانية بدأ الشخص بدأ بنت ومحجبة لحتى تشتغل بالمجال التسويقي تمام أي فأنا قلت عز الطلب هذا الشي اللي أنا عم أدور عليه يعني كل الفرص اللي صحت لي من قبل كانت أبدا ما فيه واحد بالمية من الشي اللي أنا ممكن أتمنني أنا أشتغله ففعلا رحت و اتفاجأت بأنه فعلا المكان كان بالنسبة لي مثل الحلم يعني أنت أنت من نهاية من تجاربك اللي صارت معك فأنت عم تصغطي تشكي بكل شي حتى أي شخص يقولك أنه فيه شغل أو ما فيه شغل أو الذي منه فكنت تشكي بهذا الكلام كلياته فوقت رحتي وتجهتي العمى هذا عن جد شغل حقيقي تماما أنه قلت أنه صبرت 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 ولكن من الأخير فيه نتيجة نعم نعم أنت بهذا المجال لح تقدري تظهري حالك يعني مثل ما أنت وصلت وصلت للشي اللي أنا بتمنى نعم بلشت بلشت كان كل شي لطيف كل شي تمام فيه كتير فعاليات حلوة وكنت ساوية جدير بتذكر بي أني أنا كنت بمدينة ما كان في ما كنت المكان اللي أنا كنت عم بشتغل فيه كان كتير عيد عن بيتي وأنا ما كان فيقلي بيت ما كان فيقلي مكان هنيك فبتذكر أني أنا كنت عند أصدقائي بكولن فأنا كنت أجي كل يوم من كولن لدوسلدورف مكان أبعد من دوسلدورف كمان كان طريقي ساعتين ونص الصباح لازم أكون تسعة أنا بالشغل وطريق الرجعة ساعتين ونص ودوامي من التسعة للستة ففعليا أنا كان عندي كل يوم ثلاث ساعات إلي يعني بس ثلاث ساعات كان كل نهار برة كان يعني تفيقي مشوار الطريق الشغل مشوار الرجعة تماما ما عندي سيارة بوقتها وما عندي حال تاني أني أنا شو أعمل يعني كان يصير تأخير مني ولكن وضحت للإدارة بإني أنا عايشة بمكان بعيد فصار يقولولي هون أنه ما هو مشكلتنا يعني أنه بالأخير الشغل بده يمشي رغم أنه إذا جيت تسعة أو عشرة وقتها ما كان ما فيه أي فرق حتى لو جيت إدعش ما كان فيه فرق أبدا ولكن بدون يلتزموا بالقوانين ولكن كمان أنا كان عندي ظرف قاهر كل الأشخاص الموجودين كان عندهم سيارات كلهم عايشين بنفس المدينة كلهم كان أمورهم كتير سهلة يعني أنا كنت البنت الوحيدة بالشركة وكانت ظروفي أصعب ظروف يعني أنا الشخص الوحيد أنا أمي بالمدينة بمدينة بعيدة كتير وأنا هون ووقت أمي كانت مرضانة فكانت اتصل علي تعالي شوفيلي الوضع كذا أحكيلي وبنفس الوقت كان فيه من الشركة عم حسسوني بأنه أنا ما عام بعمل شي أو أني أنا ما عام بساوي شي نعم فبتذكر أني أنا 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 إذا الشي تقدم لي رح أعمله بس ما في شي بلشت تطلع مني أنا أفكار أنه أنت أبدعي أنت ساوي نحن ما بنقلك ما بدنا نقلك شو تساوي نعم ففعلا بلشت أعمل هيك وبلشت أكتب بلشت أعمل بلشت أعمل أفكار وأشياء كتير آم فبتذكر الشخص قال لي أنت مو بدك تاخدي مصاري آم قلت له آي العمالي اللي عم بنقلك عليه وبس إنه آم الشخص هاد الإدارة هو بيعرف شو عم يقلك فقلت له فبهالحالة أنتوا من الأول قلتولي بدكن شخص مبدع نعم آم فليش جبتوني أنا كان ممكن أبو عبدو يعمل الشي اللي عبي اللي اللي أنت عبدو تلو نعم خلص أنت بخلص شو عملي اللي بدك قلت له لأ أنت يعني أنتوا هيك مثل عبدو تحطوني بصندوق صغير أنا ما بحسن ما بتحمل أني أنا حط بصندوق صغير وتحبسوه وإذا أكتشف بأنه ما كان الموضوع مية بالمية إبداع ومدري شو كان الموضوع أكتر شكل شكل حتى يصير لفت نظر للإعلان مو أكتر من هيك بتذكر بأنه كان أنا يتم توبيخي إذا كانت شغلة بسيطة انطلبت مثلا إنه بصلا فيديو أو شي معين إنه تسويقي انطلب إذا شغلة كتير صغيرة ما نعملت مثل ما نقالتلي حرفيا يبهدلني أوكي وأنا أضل بالساعات أعيد وأعمل editing 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 بالأخير بالأخير طلع إنه هو أصدع لهي الثانية اللي أنا نقصته طب أنت بدل ما تعيت مثلا قال لي إنه من هاي الثانية لهي الثانية هاي الشغلة أنا بدي إيها تظهر بالنهاية ما حدا أقلو الحق حتى لو أنت بتشتغلي عنده أو هو بيشتغل عندك أو الذي منه ما حدا أقلو الحق يعيط على الثاني يعني هذا ما له طريق للنقاش الآن بلشت بقى يطلع الوش التاني لهذه الشركة أو بلشت إنه بشوف الحقيقة بإنه لا هنا ما كان بدون شخص مبدع هنا كان بدون وسيلة هنا كان بدون وسيلة إعلامية بس فقط لجذب المشاهدين كان بدون الشخص كثير يمونوا عليه لدرجة إنه أنا بتذكر إنه أي أشياء صعبة أو أي أشياء هنين كان حتى يتكاسل ويعملوها فإنه سيرين مثلا يعني مثلا كان في أشياء كتير تقيلة أنا بتذكر إنه كانت مطلب مني إنه أنا أشيلة رغم من الشركة كلها رجال مثلا بتذكر إنه أنا كنت بتذكر إنه أنا كنت بمكان كتير بعيد عايشة فيه عن مكان الشركة فأنا كنت بس عم حاول إنه ممكن إنه أنا أكون مثلا جاي مع جروب أجي مع حدا حدا يساعدني بس بالطريق فكنت يعني إنه إحنا منا مضطرين هنا فعلا منا مضطرين بس إنت تشوف الشي اللي بيصير إنه أنا زجيت متأخرة على مدى النهار كامل بلش الموضوع يصير عندي كابوس فعلا صار الموضوع بلش يصير عندي كابوس لدرجة بإني مثلا الحساب الفيسبوك الشخصي طبعي أنا بكتب بكتب من وان عمري يعني وان صف السابع بكتب شغلات تعاطفية وبكتب كل شي يعني ولا بعمري خجلت يعني كنتوقف قدام أنساتي وأقرأ نعم فبتذكر إنه بيحكي معي المدير الشركة فبيقلي فبيقلي إنه أنا لازم هاي المنشورات مع التنشرية لأنه أنت بتمسلي شركتنا ولما أي حدا بيفوت على صفحتك أو بيعرفك فهو بيشوف بإنه أنت عندك هاي المشاعر أو أنت مشتاقة لحدا فأكيد بده يفكر بإنه أنت عب تعيشي هذا الشي عندك بمحيط العمل فبدن إنه ياخدوا نظرة سلبية عنك وعن الشركة والأشخاص اللي حواليكي كل حدا بده يفكر إنه هو المقصود الشخص اللي كان عبيحكي معي خريج جامعات محترمة شخص له قيمة اجتماعية شخص متعلم ومثقف ومتدين وكان عبيقلي هذا الحكي كان عبيقلي إذا أنت ناشر منشور على الفيس فممكن اللي حواليكي فكروه إنه إلن فوقتها هذا هو السبب إنه أنت اللي عب تخلي الأشخاص هي تتمادة معك فأنا قلت له أنا لو بدي الأشخاص تتمادة معي باجي لعند إدارة الشركة وبقول لهم بإنه فلان الفلاني بعمل واحد اتنين ثلاثة وأنا مالي مرتاحة وأنا كانت هاي أكبر غلطة عملت بالشركة لأنه لازم ما أقول لأنه دائما نسيت بإنه نحن بمجتمعنا أي ضحية أي ضحية وخاصة إذا كانت أنسة الزنب هو عليها يعني ما بعرف هذا شو هو السوق الفهم اللي لدينا بالمجتمع بأنه بس أي شيء بتعرض إله البنة أي يعني التحرش ما لازم يكون ما هو بالضرورة إنه جسدي التحرش إله كتير معاني ممكن التحرش نفسي ممكن التحرش معنوي ممكن التحرش عاطفي ممكن ابتزاز من نوع ما ممكن استغلال ما بضروري يكون فعلا أزل بنت يعني رغم أنه هاي الأزية بتصير دائما يعني ما وقفت علي الشغلة بس ما كنت بعرف أنا كنت أقرأ بأنه لما الواحد تتعرض لهيك مواقف بالمجتمع الكريل بيصير ضده أنت اللي أنت اللي فتحتي هذا المجال أنت اللي سكت أنت اللي اللي حطيتي حالك بهذا الموقف أنت كيف حكيتي أنا بتذكر أنه أجاني لوم أنت كيف حكيتي أنا بتذكر أنه بقية المدراء بالشركة عرفوا وصار ينحكى بهذا الموضوع والشي الغريب بأنه ولا حدا نهائيا يعني ذكر سيرة الشخص التاني ترجمة نانسي قنقر